عند إنشاء موديل في الأوتوكاد افتراضياً السولد هستوري مطفية والنتيجة إنك ما حتقدر تضغط على مفتاح كنترول لاختيار ساب أوبجيكس اللي تم استخدامها لإنشاء الكمبوزة موديل على سبيل المثال لاحظ لو ضغط على مفتاح كنترول أنا ما أقدر أختار السلندر اللي تم طرحها من السولد أو اختيار فليت لتعديل الريديوس مثلاً لكني أقدر أفتح الموديل في الأوتو ديسك انفنتر فيوجن لتعديل الموديل باستخدام التولز اللي فيه لفتح الموديل في الفيوجن انتقل إلى البلاجنز ريبون بعد كده اضغط على الإيدت انفوجن تول في الانفنتر فيوجن بانل الأوتوكاد حيطلب منك إنك تختار الأبجيكس بعد اختيارها اضغط انتر أو رايت كليك الأوتوكاد مؤقتاً حيحصل له منيمايز وبعد توقف بسيط الموديل حيفتح في الأوتو ديسك انفنتر فيوجن بعد كده تقدر تستخدم التولز اللي في الفيوجن لتعديل الموديل على سبيل المثال اقدر اضغط لاختيار الفيليت بعد كده اختار البرس بول الحين لاحظ اني اقدر اشوف الراديوس مباشرة اقدر اعدله سواء بكتابة نيو راديوس فاليو او دراج او سحب هذا القريب لاحظ ايضاً اني اقدر اعدل الراديوس باستخدام التولز اللي في الريبون لما احدد القيمة الجديدة هحتاج ان اضغط على اوكي ولو ضغط على cancel الموديل حيرجع لوضعه السابق ايضاً تقدر تستخدم التولز الاخرى اللي في الفيوجن للاضافة او التعديل على سبيل المثال هرجع للهوم ريبون وحضغط على الموف تول في السوليد بانل الفيوجن حيطلب مني اختيار entities to move هضغط على مفتاح control واضغط في مساحة فارغة وحستخدم selection window لاختيار هذه الابجيكس لاحظ ان الفيوجن يشبه العمل في الاوتوكاد اذا ضغط في مساحة فارغة وحركت المؤشر الى اليمين انت انشأت selection window ولو حركت الى اليسار انت انشأت closing window مع هذه الابجيكس المختارة اقدر بعد كده استخدم الموف جزمو لتحريك كل هذه الابجيكس ولاحظ ان اقدر استخدم controls في الريبون للتحكم في الحركة بعد ما تخلص اضغط ok وبعد ما تخلص كل تعديلاتك في المودل انت مو محتاج تحفظ هذه التعديلات ببساطة اضغط على return to auto cad وحلاحظ ان كل التغييرات اللي سويتها باستخدام الفيوجن ظاهرة في الاوتوكاد اشتركوا في القناة